الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أرسل رسله مبشرين ومنذرين وأنزل عليهم كتبه نورا وهدى للخلق حتى تصح لهم علاقتهم بربهم وحتى تستقيم لهم حياتهم وأشهد أن سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وخير خلق الله أجمعين محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم من أرسله الله بعد فترة من الرسل فأقام الملة الحنيفية بدعوته وهدى به من شاء إلى صراطه المستقيم وجعله نبراسا لكل خير وقدوة لمن أراد النجاح فلا سبيل إلى ذلك إلا باتباع ما جاء به والتأسي بهده لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا أيها الإخوة المؤمنون سلام الله عليكم ورحمته وبركاته جعلنا الله وإياكم من أتباع نبيه ومن أنصار دينه وأخذ بأيدينا إلى ما فيه مرضاته نتحدث إليكم بإذن الله في عدد من اللقاءات عن أخلاق نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم لنتذكر جميعا هذه الأخلاق فنجدد ونعزز مكانتها في نفوسنا ونعمل على التأسي بها في حياتنا وهذا الأمر كما أنه دين تعبدنا الله به هو سعي إلى معالي الأمور وسير حثيث في طريق الكمال البشري الذي يرتفع به من هذا شأنه فتعظم منزلته عند الله وعند الناس بقدر ما يحصل له منه وسأقدم لهذا الأمر العظيم بحديث موجز عن نسبه صلى الله عليه وآله وسلم وعن نشأته حتى يحصل اليقين بكماله وشرف محتده وطهارة عنصره صلى الله عليه وآله وسلم فهو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب بن هاشم القرشي المكي وأبوه عبد الله أصغر ولد جده عبد المطلب وأحبهم إليه وقد نذر عبد المطلب إن رزقه الله عشرة من الولد أن يذبح أحدهم تقربا لله فلما شب هؤلاء الأبناء العشرة أراد أن يفي بنذره فأجر القرعة بينهم ليتبين من تقع عليه القرعة فإذبحه وفاءً بنذره الذي قطعه على نفسه وكانت القرعة كل مرة تجيء على عبد الله فشق ذلك عليه ولكنه تذكر نذره فعزم على أن يذبحه وفاءً لذلك فمنعته قومه قريش وطلبوا منه أن يحتكم إلى بعض الكهان في ذلك على عادة المشركين في ذلك الزمان ففعل وذهب ومعه بعض قومه إلى كاهنة معروفة وأخبروها بجرية الأمر فأشارت عليهم أن يجر القرعة بينه وبين عشر من الإبل وهي دية النفس في ذلك الزمان فإن خرجت القرعة على الإبل ذبحت وكان ذلك وفاءً بالنذر وفكاكاً لعبد الله وإن خرجت على عبد الله زادها عشراً وهكذا وعندما أجريت القرعة كانت تخرج على عبد الله فيزيد أبوه عشراً حتى بلغت الإبل مئة وخرجت القرعة حينئذ على الإبل المئة فنحرت وتركت لكل من أراد أن يأخذ منها لا يمنع منها أحد وسلم عبد الله لأمر يريده الله أن يخرج من صلبه هذا النور الطاهر محمد صلى الله عليه وآله وسلم وقد تزوج عبد الله بآمنة بنت وهب القراشية من بني زهرة من بطون القريش فحملت بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يمكث عبد الله بعد ذلك طويلاً حيث توفي في بعض أسفاره التي سافرها خارج مكة والنبي صلى الله عليه وآله وسلم حمل في بطن أمه أما جده فهو سيد مكة عبد المطلب ابن عبد مناف صاحب المكانة المعروفة بين القريش وعند العرب وهو صاحب القصة التي تحكى عنه في مقابلته للملك أبرهة الحبشي الذي قدم إلى مكة بجيشه ليهدم الكعبة ويروى أنه عندما اقترب من مكة أخذ إبل عبد المطلب فلما بلغ الخبر إليه ذهب إلى أبرهة وطلب منه أن يعيد له إبله فاستغرب أبرهة من عظيم أهل مكة أن يطلب منه هذا الطلب الحقير في حين أنه كان يتوقع منه أن يفاوضه في الصلح وأن لا يهدم الكعبة التي هي عز القريش ومرتكز سيادتهم بين القبائل فقال أبرهة لترجمانه قل له لقد أعجبتني حين رأيتك ثم قد زهدت فيك حين كلمتني في إبلك التي أصبتها وتترك بيتا هو دينك ودين آبائك قد جئت لهدمه لا تكلمني فيه فقال له عبد المطلب إني أنا رب الإبل وإن للبيت ربا سيمنعه فرد عليه أبرهة إبله ثم مضى عبد المطلب بإبله فلما دخل مكة ذهب إلى الكعبة وفي قلبه ما فيه من الحسرة والخشية على هذا البيت وفيه من اليقين بنصرة الله وحمايته لبيته مناجى ربه بأبيات تروى فيها من الثقة بقدرة الله وتفويض الأمر إليه في دفع هذه النازلة التي لا قبل له ولا لقومه بدفعها قال عبد المطلب لا هما إن المرأة يمنع رحله فمنع رحالك لا يغلبن صليبهم ومحالهم غدوى محالك وانصر على آل الصليب وعابده اليوم آلك إن كنت تاركهم وقبلتنا فأمر ما بدأ لك ثم كان بعد ذلك أن حبس الله الفيل الذي كان في مقدم جيش أبره فبرك في واد قريب من مكة قبل أن يدخلها وأرسل الله عليهم الطير الأبابيل التي كانت تحمل حجارة من سجيل فرمتهم بها ومن أصابه حجر منها مات لساعته فأباد الله ذلك الجيش عن بكرة أبيه وقد خلد القرآن الكريم هذه الحادثة في سورة مستقلة هي سورة الفيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف بأكول وكان من قدر الله في هذه السنة التي تعرف بعام الفيل والعرب كانت تؤرخ بالأحداث الكبيرة التي تقع كان من قدر الله أن يولد النبي صلى الله عليه وسلم في تلك السنة بعد مدة وجيزة من إهلاك الله لأبرهة وجيشه وكان أبوه قد توفي قبل مولده فحمل إلى جده عبد المطلب الذي فرح به كثيرا وسماه محمد وكفله يهتم به ويرعى شؤونه مدة عامين تقريبا وفي أثناء ذلك استرضع النبي عليه الصلاة والسلام في بني سعد ثم توفي عبد المطلب فكفله عمه أبو طالب ويقال إن هذا كان بوصية من جده عبد المطلب وضمه إلى أولاده وكان يهتم به كثيرا ويقدمه على أولاده حتى شب النبي عليه الصلاة والسلام فصاحبه في بعض أسفاره التجارية وهناك رأى من الدلائل التي تدل على أنه سيكون لابن أخيه هذا شأن عظيم ما جعله يخاف عليه كثيرا ومما يروى في ذلك أن أبا طالب قابل أحد الرهبان النصارى الذي رأى هذه العلامات في النبي عليه الصلاة والسلام فعرفه لأن عندهم علم في كتابهم عن مبعث قريب لنبي من العرب فسمعه يحذره من الذهاب به إلى الشام فخاف أن يصيبه أذى من اليهود الذين هم في تلك البلاد وعاد به سريعا إلى مكة وظل يرعاه ويحوته حتى شب وكبر وبدأ يطلب الرزق بالسعي في أسبابه ومما يروى عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقول كنت أرعى الغنم لبعض أهل مكة على قراريت ثم بعد ذلك سمعت به أم المؤمنين خديجة وكانت امرأة ذات مال وكانت تدفع من أموالها إلى بعض الرجال الذين يتجرون بها لها لتحصل على الربح فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأظهرت له رغبتها في أن يتجر لها بمالها فأخذ المال منها وسافر للشام متاجرة ثم عاد وقد حصل لها ربحا وفيرة وأخبرها غلامها الذي أرسلته مع النبي عليه الصلاة والسلام في سفره بعلامات كثيرة ظهرت له أثناء السفر مع النبي عليه الصلاة والسلام ومنها تضليل الغمامة له من حر الشمس طيلة سفره ومنها إمالة الشجرة أغصانها لتضلله وهو نائم تحتها ومنها امتناعه عن الحلف بالله والعزاء لمن جاء يبايعه في سلعة يريد شراءها منه ولم يكن ذلك من الأمور المعهودة في زمنهم فلما سمعت بما أخبرها به غلامها قوي في نفسها ما كانت تسمعه من أن نبيا سيخرج في ذلك الزمان إضافة إلى ما كان يعرف عنه صلى الله عليه وآله وسلم من صدق وأمانة وما تتميز به أسرته من شرف وحسب ومكانه في المجتمع المكي فراغبت في الزواج منه وأرسلت إليه من يدعوه لخطبتها فراغب صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك عنها كانت قد تزوجت قبله مرتين وأنجبت وكانت تكبره عليه الصلاة والسلام هي كانت في سن الأربعين والنبي عليه الصلاة والسلام في سن الخامسة والعشرين فرغب النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك وأخبر عمه أبا طالب بالأمر ففرح وذهب إلى عم خديجة وخطبها منه لابن أخيه وتم الزواج وأنجبت له البنين والبنات ولم يرزق النبي عليه الصلاة والسلام من غير خديجة بأبناء من زوجة أخرى وإن كان قد رزق بابن من جاريته مارية القبطية بعد ذلك وأما بقية نسائه فلم يرزق منهن بذرية وقد مات الأبناء صغارا وقيل إنهم ثلاثة أو أكثر وأما البنات فقد كبرنا وتزوجنا ثم أراد الله بعد ذلك أن يظهر دينه ويرسل رسوله فبعث محمدا صلى الله عليه وآله وسلم وأنزل عليه كتابه المبين القرآن الكريم فكانت خديجة رضي الله تعالى عنها أول من آمن به من النساء وكانت من بداية مبعثه وحتى بعد اشتهار أمره خير معين ونصير له عليه الصلاة والسلام تثبته بعقلها وحكمتها وتعينه بمالها حتى توفاها الله ومما يروى عنها في ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما نزل عليه جبريل وهو في غار حراء وضمه إليه وأقرأه أول سورة في القرآن سورة اقرأ رجع إلى بيت خديجة وهو خائف مما حصل له مما لا أهد له به وخاف على نفسه فطمأنته وثبتته وكان مما قالته له مستدلة بطيب سريرته ونقاء سيرته أن مثل هذا الإنسان لا يمكن أن يعاقبه الله بالسوء قالت له كلا والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق وفي رواية وتكسب المعدوم فطمأنت النبي عليه الصلاة والسلام بما قالته وأخذته وذهبت به إلى أحد أبناء عمومتها وهو ورقة بن نوفل وكان قد تعبد وتبتل لله وعرف دين النصرانية وعرف أخبار النبي عليه الصلاة والسلام الذي يبعث فلما قصت عليه خديجة قصة النبي عليه الصلاة والسلام طمأنها وطمأنه لأن هذا الأمر من الله سبحانه وتعالى وأنه سيكون له شأن في ذلك ثم بعد ذلك بقي النبي عليه الصلاة والسلام في مكة حتى أظهر الله دعوته بأمره فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين فجهر بدعوته ولقي ما لقي من العنة والأذى هو وأصحابه وهاجر بعض أصحابه بإشارته إلى الحبشة ثم بعد ذلك عادوا ثم بعد وعاد بعضهم ثم عادوا مرة أخرى لما رأوا الحال على ما هو عليه وأوذي النبي عليه الصلاة والسلام وهو في مكة ثابت لا يتغير صابر على أمر الله حتى هاجر إلى المدينة ثم كان بعد ذلك ما أراده الله من إظهار دينه ونصر عباده هذا شيء عن نسبه ونشأته عليه الصلاة والسلام وهنا كلمة عن اصطفاء الله واختياره لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام فمن المعلوم المتقرر في ديننا أن النبوة اصطفاء واختيار من الله جل وعلا لمن يبعثه لهذا الأمر العظيم كما قال جل ذكره في سورة القصص وربك يخلق ما يشاء واختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون وكما قال جل ذكره في سورة آل عمران إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم وقال أيضا في سورة الحج الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير وقال وربك يخلق ما يشاء ويختار فلا مجال هنا لاختيار الخلق ولا لآرائهم ولا لرغباتهم ولما اعترض المشركون على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى رسالته فقالوا لو لا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم رد الله عليهم بأن هذا الأمر ليس للبشر وإنما له وحده جل وعلا قال في سورة الزخرف وقالوا لو لا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون وموقفهم هذا يشبه موقف بني إسرائيل الذي قصه الله تبارك وتعالى علينا في سورة البقرة في قوله جل ذكره ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم روى الإمام الترمذي من حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إن قريشا جلسوا فتذاكروا أحسابهم بينهم فجعلوا مثل نخلة في كبوة من الأرض يريدون بذلك التهوين من أسرة النبي عليه الصلاة والسلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق الخلق فجعلني من خير فرقهم ومن خير الفريقين ثم خير القبائل فجعلني من خير القبيلة ثم خير البيوت فجعلني من خير بيوتهم فأنا خيرهم نفسا وخيرهم بيثا وروا الإمام مسلم وغيره حديث باثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى من قريش بني هاشم واصطفان بني هاشم هذا هو رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم في نسبه ونشأته واختيار الله له مما يدل دلالة قاطعة على أهليته لما أهله الله له من تفضله عليه بالنبوة والرسالة وإنزال وحيه عليه ليكون سببا لهداية الخلق إلى يوم الدين إلى صراط الله المستقيم وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه وإلى أن نلقاكم في حديث قادم بإذن الله أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والحمد لله رب العالمين المترجم للقناة وحتوال مسلم أيضًا المترجم slipرعج نهاية حتى اشتركوا في القناة